دعنا نناقش زيارة السوداني إلى أمريكا بس بإيجاز أستاذ سلام للموقت ما عندي نعم 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 هل تم تحرير العائدات النفطية أو ما تسمى الأموال العراقية في الفيدرالي هل تم نقاش هذا الموضوع بقي الأمر كما هو هل تم النقاش في أهم أزمة سياسية تضرب حكومة وتواجه حكومة السوداني وهو الانسحاب الأمريكي لم يناقش هذا الموضوع الرئيس الأمريكي بالأمس بايدن سيد المساري إذا تسمعني الرئيس الأمريكي بالأمس إلى جانب السوداني رئيس حكومة المقاومة وبايدن متهم بقتل قادة المقاومة أبو باقر وأبو تقوى السعيدي بالأمس رئيس حكومتكم يحتضن قاتل قادتكم وضاحكا مستبشرا فرحا بهذا اللقاء إلى جانب ذلك الكارثة الكبرى بايدن صرح علنا وفي إشارة إلى السوداني يقول بأنه أمريكا ملتزمة بايدن تعهد بالأمس أمام السوداني بحماية أمن إسرائيل بحماية الكيان الصهيوني ويجيبه السوداني مؤكدا على الشراكة الأمريكية بمعنى أنه حكومة الإطار التنسيق التي تدعي المقاومة بالأمس أكدت لمن يؤيد ويتعهد بحماية أمن إسرائيل بأنه العراق وحكومة العراق ستكون شريكة لمن تعهد بحماية الأمن الإسرائيلي هذا ضرورية توضحونها للجمهور العراقي سيد المساري حتى يفهم جمهوركم وهو أقلية الأقلية بما أنه أنت تقول بأنه يجب قلت لمحمد قبل قليل يجب أن نحترم القرار العراقي والإطار التنسيقي وجوده في السلطة هو قرار امتثال للإرادة الشعبية هذه مغالطة أنتم في السلطة ولا تمثلون الإرادة العراقية ولا تمثلون الأغلبية العراقية يا عزيزي أنتم أقلية الأقلية كأطار التنسيقي ووصلتم إلى السلطة بأدواتكم السياسية التي تقولون بها أدوات ضغط وهو السلاح